بعد معاناة طويلة في التزود بغازي البتان سيما أثناء التقلبات الجوية استفاد سكان بلدية ترحية بولاية أم البواقي من نعمة الغاز الطبيعي لتضع حدا للمشاكل اليومية مع قرورة الغاز التقرير لرشيد مقدم وأخيرا تنفس سكان بلدية ترحية بولاية أم البواقي السعداء عقبت تزودهم بمادة الغاز الطبيعي لإنهاء معاناة البحث عن قرورات غاز البتان التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية المواطنون تفائلوا خيرا عند تحقيق المشروع الذي ظل يرودهم فيما خص الغاز كنا نعانيه بزاف بلدية ترحية وتعرف بلدية ترحية هذه منطقة وعرة بزاف وقت شتاء عيننا بزاف والحمد لله اليوم كي جانا للغاز قدرت وصلنا القرعب حتى لا سيكون تميل هنا لكن اليوم الحمد لله النعمة هذه كبيرة وصلتنا عاد عندنا الغاز ما عاد عندنا غاز المدينة في الديار دير الروبيني يمشي الغاز والحمد لله لكن نتمنى أنها تعم يصال الغاز إلى بلدية ترحية منتمنى إن شاء الله تروزية مترونش يزيد عبر القورة يعم عبر القورة وعبر المشاتي على مستوى البلدية وفي ذات السياق كشف والي ولاية أم البواقي أن نسبة التغطية بمدى الغاز الطبيعي قد بلغت درجة متقدمة بفضل حجم البرامج القطاعية الكبرى ليصبح عدد البلدية المربوطة بالغاز الطبيعي 26 بلدية من بين 27 وعشرين نعرف بلدية ولاد زواي لشغال انتهت بها سيتم إن شاء الله تشغيل خلال أيام قايرة القديمة وسبوع أو عشر أيام تبقى الإشارة إلى أن السلطات الولائية بأم البواقي تراهن على وصول نسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى 90% بعد أن استفادت العديد من البلدية بهذه المادة الطاقوية الهمة تفتقد مدينة برج بج مختار الحدودية إلى العديد من المرافق العمومية سيما في مجال الصحة والتعليم والأمر الذي بات هاجسا يتعب سكان المنطقة المزيد في تقرير ناجي العربي وجمال دين بوشا مطالب قد تكون في نظار الكثيرين حقوقا وفرتها الحكومة الجزائرية لكافة الشعب الجزائري عبر مختلف أقطار هذا الوطن إلا أن مواطني وسكان أغلب المدن الجنوبية خاصة للحدودية منها يعانون نقص العديد من الملافق على غرار الصحة والتعليم وهو ما تفتقده مدينة برج بج مختار الحدودية أولا نحن نعانو منه الطب هذا يمرض لك إنسان ظرك وتمشي 800 كيل تحك في الطريق على بيست يمرض يموت تردمه في الطريق الطريق راهي ماهي من الساوية راهي غيره شي ماهي خالق لا بيست هذه واحدة الثانية السكن بل هو جالس هنا يعاني من قلة سكن أولا ويعاني من الصحة من قلة الصحة بالألاف المؤلفة عاطل عن العمل لأنه لا يكسب أي خبرات وليست عنده أي مكافآت وليست عنده أي اختصاصات المشاكل الإدارية التي تتخبط فيها مصالح الحالة المدنية وراء هذه الرمال هي الأخرى أرقت سكان المنطقة وزادت من معاناتهم في رحلة البحث عن انتمائهم لهذا الوطن في وقت كثر فيه الحديث عن خلق ولايات منتذبة ضمن التقسيم الإداري الجديد سيما بالمناطق الجنوبية يتساءل سكان هذه المناطق البعيدة على مدى توفير كافة الإمكانات البشرية والتنموية قصد إنعاش هذه المدن الحدودية وفك العزلة عنها شهدت ولاية باتنة هجرة جماعية من طرف سكان دائرات رأس العيون بولاية باتنة لسكنتهم المهددة بالانهيار وذلك بسبب الهزات الأرضية المتكررة التقرير لسعيد حريقة هنا في هذه الخيام البلاستيكية البالية ومنذ ثمانية أيام تقضي عشرة العائلة لياليها وسط أجواء شديدة البلودة بقرى عين فحصي وبويخليج وعين قسمية ببلدية دائرة رأس العيون بولاية باتنة بعد أن أصبحت منازلهم غير آمنة بسبب الهزات الأرضية الأخيرة وستاء المتضررون من غياب جديدة جميع السلطات التي لم تكلف نفسها عناء زيارة ميدانية على الأقل لمواستهم علما أن هذه المنطقة الوقعة بين قرى عين فحصي وعين قسمية والرحبات تعد مركزا رئيسيا للهزات الأرضية الأخيرة وازداد تخوف المواطنين أكثر بعد ظهور فوهات أرضية بأعماق لا متنهية كهذه التي وقفنا عليها في قرية عين فحصي ببلدية تالخمت لتبقى هذه الحائلات على هذا الحال إلى أجل غير مسمى أما أكثر المتضررين من الوضعية هم هؤلاء الأطفال تعد نبتة البصيلة من بين النبتات التي يعكف الشباب في فصل الربيع للبحث عنها في تيارة عامر واحد من الشباب الذين يقوموا بجمع هذه النبتة وبيعها للخواص ديار بن داود عاد لنا بالتالي كلما حلى فصل الربيع هنا بتيارة يلجأ الكثير من الشباب كحال الشاب عامر من بلدية عين الذهب إلى البحث عن البصيلة هذه النبتة البرية التي يجد هؤلاء من خلال جمعها عبر البراري مدخولا ولو بسيطا لإعالة ومساعدة أسرهم في توفير لقمة العيش فنبتة البصيلة تشبه في الشكل حبة البصر غير أن طولها لا يتعدى كف اليد الواحدة كما أن تجارتها في مثل هذه الأيام تلقى رواجا لبيعها للخواص بسبعين دينار جزائري للكيلوغرام والذين يعيدون بيعها حتى خارج الوطن أين يستعملها الأجانب خصوصا في إيطاليا لتصنيع الغراء وغيرها من مستحضرات التجميل إذن هذه هي نبتة البصيلة التي أصبحت اليوم مصدر رزق الأشارات من الشباب من تيارت كان معكم ديار بن داوت لتلفزيون النهار وللتذكير فقط مشاهدنا يمكنكم الاطلاع على المزيد من الأخبار عبر صفحة تلفزيون النهار على موقع يوتيوب وعبر صفحة الفيسبوك وأيضا على صفحة تويتر وبهذا نصل مشاهدنا إلى ختم النشرة المحلية عبر أول قناة إخبارية في الجزائر الثامن